بعد في التمرين نفسه كان كنت انت حماسي قوي وكنت زي ما بنقول مثلا زي كان حسام حسن وفيه لعبة كتير جدا انت مكونش بتحب تتغلب في التمرين بعض الناس كانت بتاخدها ان شريف عنده خشونة غير عادية في الملعب وطبعا ما فيش فكرة كده انما ما فيش فكرة ان الواحد يأزي زميله انما الرجولة في الملعب اللي بيحصل في التمرين واللي بيحصل في الماتش طبعا وانا معرفش كنا نقدر نجيبه حسام البادري حسام البادري احنا انا كنت بتمرن عليه في الماتش في التأسيمة كان من اللعيبة اللي هي قوي جدا زي ما تبتكادم كده كنت عشان اكتسب ان انا اليقتي تزيد وهعدي من اي حد بكرة تجيب تمرين واحد ضد واحد ده اجيب حسام واتمرن عليه لو عديت من حسام في التمرين خلاص انا ولا اي حد يقدر يوقفني بكرة كنت باكتسب القوة مش كنت بشوف احنا النادي القالي صعب او ان انت مكنش بيخش فينا ثلاثة جوان في السنة احنا دخل فينا وجول واحد بتاعه دميات والدنيا قامت واعدت لات النهاردة فاحنا ما كانش عندنا الحكاية دي وانا كنت من نوع اللي كان بيبقى عندي بالطبيعة لما مختار بيعدي ناحية الونج ليفت ويروح كان لازم انا انزل ارد تحت تحت في الهوف ليفت اه وكنت بحبها مش بعملها جدعانة اه في المختار اه السيستيم كمان كله بنتدرب عليه كله كان سيستيم او ما حدش بيقولي عليه اه كنت بمسك الونج بتاعي كمان ما حدش يروح لفتح مبروك خالص ما حدش عندنا يهجم اما الصلاح كان ينزل للمطش كنت انا اللي مسكه عشان ما اعمدش العرضيات اللي بعده نصف ملع اه واخد فرق السرعات بينه وبينه وبعد كده اه فكان في حاجات احنا بطبعتنا وحد كان يقوله مصلاف عبده بتحتجي الازبرينت اذا تم تعمل الكرة بالعرض اكيد اول ماتش كان في الدرجة الاولى اللي عبته ماتش ايه هورسيد السومالي هورسيد انا ما بكلم في الدوري العام المصري التحاد اسكندرية التحاد اسكندرية كان في اسكندرية في الاستاد في الاستاد كاسم ده ايه ولا كان ماتش انتيجته ايه تعدلنا تعدلنا ده كان بالنسبة لك مولد نجم جديد في الدور العام المصري عملت كورتين كده وعديته عرضيتين ومحسن صلع ضياحهم ادفوا لي ان انا ممكن بالقاتل ما انت جيت رجعت والحيطة بالقاتل ما انت الحيطيني ورجعت بقى من الاصابة بتديت اروح الناحى التانية رحت الناحى التانية وانت جديد بقى اخدت مكانك والخطيب في وسطك وراي طير الشيخ ومحسن وصفوت او مختار بقى انا كتلة حاجة رهيبة ما تعرفش الجنحي جمينت الماتش التاني اللي بعد الاتحاد اسكندرية لعبته اساسي ولا كنت ما اعادتش ولا ماتش لعبته اساسي كله كله لغاية الاصابة بتاعتي اعض طيب انت كنت بتحب تلعب دايما مباراة الزمالك ايه كان شعرك قبل مباراة اهل وزمالك يا مولد نجم يا بتنهي نجم اهل وزمالك دي يعني الليلة دي الاعلام والدنيا والجماهير بتديك مسئولية خير عادية اه في نجوم بتبقى بالطبيعة اه موجودة في الملعب كويس صفوت صفوة عبدو الله رحمه الله رحمه ناس معينة ليها اه باع كبير علامة عند الجماهير انت مهدف الفرقة عندنا اهل وزمالك اهل وزمالك انا كنت لسه جاي بقى اه حكتسب عاوز تتضع نفسك حلعب على البكري بتاع مصر محمد صلاح دي حقيقة وبلعب جنب الخطيب ومصر فعبدو عندي عندي كمان حاجات ايوا انت عاوز مش اقل منهم عشان تبقى موجود اه لازم بقى معاكو يعني ماشي اكول معاك وده حقك ناشي عاوز تطلع تكسر الدنيا عندي تجربة قدام عيني شفتها ما خدتش النجاح البحطيتي والسمر معلموش العلامة اللي هم كان معاكو في فريق الشباب معاكو معاهم عنا كانوا من فريق الامر كانوا محطوطيني عشان ياخدوا فرصة وخدوا خدوا فرصة بس انت ثلاث ماكملوش بالشكل انا الحتة دي فرعت معايا كتير فبقيت عايز العب لعبي وارجع لما انزلت اقمطش الزمالك والاهل اللي هو بتاع محمد صلاح ده شفت ديت انا الوحيد اللي راهن على نجاح الناشئين امام الزمالك وهذه هي الاسباب فاكر انت دي اه بس الجوبنا دي معناها ان انا نجحت قدام قدام شلت الهبة بتاعت الناشئين كلها قدام الزمالك نعم فرقة كبيرة اه لو ما كان بيطلع اي حد اقول له على فكرة اللعب هنا اسأل من اللعب اللعب تحت هنا هتاخد حريتك ويلعب لعبك هتتشافه بعد المباراة اللي قابلوا المباراة دي بعد المباراة طبعا بعد المباراة بعد التجربة اللي انا شفت هنا بعد التجربة فكنت ليلة مباراة اهلي وزمالك كان كل واحد يبقى ليه تقوس انت بكرتني بقية جميلة ايه هي احنا تاني يوم اللعبنا الزمالك وانا كسرت الدنيا انا هتلوم جلفت ايه وانت اللي كبت الجون والشعب طالع بره كله علي ما احنا قلنا بجيب بقى بالكور الناس تقول لك بيبو وانا وانا روحت راعد قدامه جانبه والشعب كله وانت قاعد ورا اه قلت انت جايلنا ورا اه يا شعبي لا دي 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 النعمة دي من عد ربنا فاكر انت تكون دا كان من اجمل اللي جوان صفة عمالك وانت دا ستة وسبعين دماغك في المقص دا خاصيته بالضبط كان مستر هيدوكوتي كان بيلعب فيه سامي منصور وبيلعب محمد توفيق ربنا يديهم الصحة والعافية وجنبهم غنم سلطان ومحمد صلاح زبوت فقال لي سامي منصور هو ما بيلعبش جير عليك انت من معاك في اي حتة في نص الملعب خده جوا فقال لي هو طبعا تلا ما هتخش جوا هيقولك دا هستلمو محمد توفيق او هستلمو غانم او شوء حسين ربنا يديهم الصحة والعافية وصفة طلع فالمرة الوحيدة اللي سامي لاني دا بص كده لاني وقام جاي جاري ورايا وتلعبت لصفة اتعمالها وانا قابلت كرب بالراس في ال ما بقى توفيق من عند ربنا اولا ومحطوطة في حتة الجول بتفرق بس ما دا بيبقى توفيق من عند ربنا دي كمان بتدينا دفعة طبعا وانا لسه ترلع معاك طبعا بقى لعب جنبك وكسبان طيب هتبقى اللعب بتاعي بقى طيب هل في بعض الناس بتقولك هل لسه هرجع من براتقال وزمالك بعض الناس قالك شريف من كوترة حماس وكان بيعطرد على التحكيم ياه اه انا كنت من نوع انت عارف اللي بقى عايز اعدي وبرقص وبتاع يعني وكانت دي ساعات ببقى سريع قوي ومستنى ان بقى الفرقة ترجع اه فببطع شوية يكون اللعبة التانية رجعت اروح مرقص واحد واثنين وقاطع لجوه اه فكتبتضرب ضرب محدش بياخده اه هو ما كانش فيه الشناكر دي زمان فكت تاخد واحدة في قصبة رجلي ما بيش انجار والضرب وعمل والحكم اللعب فاول ما يكلمش اه كنت بقى انا بقعد يا كابتن يا مش عارف ايه يا كاباتن انا بقى لو قمت ولمست واحد الاقي الدنيا وليه جاري ورايا والانذرات ده اللي كان بيعصامني طيب نرجع تاني مرة اهل وزمالك ايه التقوس اللي كنت بتعملها قبل مباراة الاهل والزمالك اه تقوس اه ساعة ستة ساعة عبقى في البيت ده قبل المباراة ده اهل زمالك يعني اهل زمالك اه اه نص كيلو بيار اه لحمة نص ايه كيلو بيار لحمة لحمة زي الستيك اه 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 طبق مكرونة وطبق صلاتة ده ليلة المباراة ليلة المباراة اه الفيديو ماتش ارجنتين ام هم تفرج على دياز وفرقة بتاع الزمان دي وزيادة العددية ومش عارف هي وفضل عامل كده الناس دي حسن مني في اي يعني كان ماردونا دي لسه طالع كمان كان بيلعب معي في نفس السن مين من النجوم العالمية اللي انت تأثرت بيهم في الفترة دي هل ماردونا كرويف يوهان كرويف انا كان بيلعب لحدي في الشمال الهيلندا كان كرويف بس كرويف كان حاجة بسم الله بيعدي سهلة قوي وبيعمل كرة السهلة الممتنة لو عندي ماتيريال وهو عنده ماتيريال كنت بحاول اقلدو